وعشان كده يمكن قلت أو قلنا كحكومة ان هذه الجلسة الافتتاحية عشان نقدر ان احنا نتحرك نحو خارطة الطريق للمستقبل مهم جدا ان احنا نعرف واقع اقتصادنا كان شكله ايه نعرف احنا كنا فين في المابي وبقينا فين دلوقتي عشان لما نبني حلول للمستقبل تبقى مبنية اولا على قعدة معلومات كلنا عارفينها وعن واقع عارفينه وعن تحديات كلنا نتوافق عليها ومن هنا وجدنا ان افضل شيء عشان نعرف كيف كنا واين نحن الآن ان احنا نعمل تحليل واستقراء للاقتصاد المصري على مدار الاربعين سنة الماضية والحقيقة لما رجعنا الاربعين سنة وجدنا ان هذا المؤتمر الاقتصادي اللي دعا ليه في خمط الرئيس هو المؤتمر الرابع على مدار الاربعين سنة الماضية والحيمكن اسمحولي هنا ان انا قلت ان احنا نستغل مخرجات هذه المؤتمرات الاقتصادية عشان نحلل ونشرح وضع الاقتصاد المصري ايه واحنا وصلنا لايه بعد كل مؤتمر منه عشان لما نيجي النهاردة نخرج بتوصيات من مؤتمرنا نبقى بنضع حاجة واقعية كلنا نبقى حاسين انه قابلة للتنفيذ لانه هو ده الاهم فالحايمكن اسمحولي في الجزء الاول من العرض ان انا احلل مخرجات مؤتمرين مهمين جدا لمصر المؤتمر الاول اطلق عليه المؤتمر الاقتصادي الكبير سنة 1982 والمؤتمر الثاني هو مؤتمر مصر المستقبل 2015 وليه اخترنا المؤتمرين دول لان واحد منهم الحقيقة كل واحد فيهم كان جاي ومصر في خضم ظروف استثنائية جدا مؤتمر 1982 مصر كانت خارجة طبعا بعد حرب 73 ونصر اكتوبر والدولة المصرية كانت خارجة من اقتصاد كان مثقل بمشاكل هائلة في هذه الفترة حصل توجهات اقتصادية معينة كان سياسة الانفتاح الاقتصادي حصلت بعض الازمات السياسية التي انتهت باختيال الرئيس الراحل محمد انور السادات وتولي الرئيس الراحل حسين بارك زمام الامر